وهي متعلقة بالتعينات اللي هنشوفها الفترة الجاية في مباريات دور أبطال إفريقيا يعني اسمحوا لي كده في دي 2 3 هتكلم في الجزئية دي أنا عارف لما تنطلق منافسات دور الأبطال الناس هتعقد مقارنات فيه مطشاط كبيرة بيجي لحكام كبيرا وفيه مطشاط كان فيه حكام متغيروا نتيجة أن أهمية المباراة دي لجنة الحكام في الكاف غيرت وأسنادت المباراة لحكام تاني هديكم مثلا على سبيل المثال مباراة الرجاء المغربي مع الجيش الملك المغربي دي مباراة في الجولة الأولى هتتلاعب في نفس يوم مباراة الآله وستاد أبي جان هتتلاعب يوم 26 نوفمبر في ملعب العرب زوالي في كازابلانكا المباراة دي كان تم تعيين لها طاقم تحكيم من المالي بوبتراوري الحكم المالي طبعا حكم تاريخه التحكيمي مش جيد اتوقف قبل كده مرة أو مرتين فحصلت مشكلة كبيرة داخل لجمة الحكام فاتر الاتحاد الإفريقي ان هو يغير طاقم التحكيم واستعام بتاقم تحكيم سنغالب بقيادة عيساسي طب لما تيجي تبص بقى على مباراة الأهلي من الحكام البارزين اللي موجدين على الساحة اللي هيديره مباراة الأهلي المباراة الأولى استاد أبي جين هنا في القاهرة حكم جابوني اسمه باتريك مبيان وهو مش من حكام الصف وقوي يعني وهو مش من حكام المعروفين على مستوى قارة إفريقيا حتى في كاس الأمم لما كانت في القدفور ما كانتش بيدير مباراة كبيرة يعني طب تروح على جوهانيسبرج هتلعب يوم 7 ديسمبر مع أورلانتو بايرتس حكم موريتانيا عبدالعزيز بوه برضو خبراته مش كبيرة هو دخل قايمة البروفيشنال يمكن موريتانيا عندها حكمين في قايمة البروفيشنال ده حمبيدة وده سيء الحظ دايما مع النادي الآلي كل مباراة مع النادي الآلي فيها أخطاء تحكمية يعني كارثية ودلوقتي بدل ما يجب ده حمبيدة في دور المجموعات وكان دايما بيجي حكم موريتانيا لآلي خارج مصر تروح تنزانيا يجي لك حكم موريتانيا تروح جنوب إفريقيا ايما يجي لك حكم من بنين أو موريتانيا فيه كده استنبا معينة ممكن تكون لها علاقة بالتنقلات والصفر فالكاف بيحسبها حزبة مالية أكتر ما يكون حزبة فنية فماتش الأهل وورلاندو بيرتس ماتش تقيل جدا وورلاندو بيرتس السنادي في دور جنوب إفريقيا عامل ماتشات كبيرة ومنافس قوي لما موليد سانداونز عبدالعزيز بو حكم موريتاني جيد ولكن هل خبراته تسمح أن يدير مباراة كبيرة زي دي ومباراة ممكن تفرق في شكل ترتيب المجموعة طب ده جانب لما تروح لمباراة الأهل وشبابه لزداد حكم تنسي حسب معلوماتي وطالما تنسي هيكون واحد من الاثنين يا إما هي سنقرات يا إما صادق السلم لكن في جماعة الأحوال برضو لو واحد من الاثنين نتائجه مع الأهل في الفترات الأخيرة دايما بتبقى فيه أخطاء تحكمية يعني يكاد تكون مؤثرة في نتائج المباراة بس لما تروح على مباراة فرق تانية في مجموعة أخرى هتلاقي حكم على أعلى مستوى طبعا مش بقول حكم مصري جنة يعني أمين عمر مثلا يحكم مباراة الهلال ومازنبي فمش هينفع يجي حكم مباراة للأهلي ولكن بتتكلم على حكام كبيرة زي مثلا لما بتتكلم على كل الحكام الموجودين في قائمة البروفيشنال معظمهم بيديروا مباراة في المجموعات الأخرى يعني المجموعة الأولى فيه الهلال ومازنبي وينجا أفريكنز هتلاقي حكام على أعلى مستوى بيديروا المجموعة دي المجموعة التانية بتتكلم مثلا عن الرجاء والجيش الملك وممولوجي سانداون برضو بيتم اختيار حكام على أعلى مستوى لدرجة حتى أن المجموعات دي رايح فيها الحكام اللي هم كاتيجوري ايه الصف الأول اللي كانوا بيدير مباراة في الفاينال دور كاس الأمم سم فاينال كاس الأمم حكام على أعلى مستوى بيديروا هذه المباراة فأتمنى أتمنى رغم أنها ضربة البداية في دور الأبطال والجولات التلاتة الأولى اللي هيتلعبوا 26 نوفمبر و7 ديسمبر وغالبا اللقاء التالي 22 ديسمبر عقب العودة من قطر فيما بعد يكون في حكام على أعلى مستوى خاصة للأهل طلع لمباراتين خارج مصر في جولتين متتاليتين هيسافر الأهل إلى الجزائر يلعب يوم 3 يناير مع الشباب بلوزداد وبعدها على طول يوم 11 يناير هيلعب مع أستاذ أبي جان في الكود ديفوار في مباراة تلعب الساعة 6 مساء بتوقيت القيارة هننتظر ونشوف تعينات الجولات الجاية بعد ختام أول ثلاث جولات في دوري أبطال إفريق